وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعرضت للعديد من الأزمات خلال السنوات الماضية وهي ليست طرفاً فيها وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تستضيف أكثر من تسعة ملايين شخص نزح نتيجة للظروف غير مستقرة بدول الجوار على حدودنا الثلاثة سواء كان على تجاه الجنوب مع السودان أو الغرب مع ليبيا أو حتى دلوقتي مع إسرائيل وقتها غزة الحقيقة غير مستقرة وليها تدعيات كبيرة جداً واتكلمنا أنه كان لها تأثير على خلال العشر أو تناشر السنة اللي فاتوا وصل حجم نحن ما بنقولش عليهم ملاجئين وما بيعوشيش عندنا في معسكرات نحن عندنا تقريباً أكثر من تسعة مليون من الضيوف اللي نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات اللي موجودة في بلادهم في اليمن في ليبيا في سوريا في السودان في جنوب السودان من دول كثيرة جداً لكن المهم أيضاً أن مصر كانت حريصة أن هي من سبتمبر 2016 ما يبقاش فيه مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من مصر في اتجاه أوروبا احتراماً من منظور إنساني وأخلاقي أننا ما نسمحش أن الناس زياد تترمي في البحر وأيضاً أننا نكون سبب في المساز بأمن واستقرار شركاتنا في أوروبا ترجمة نانسي قنقر